اشتباكات عنيفة في الاحياء الجنوبية والغربية لراجو في عفرين سوريا والقوات التركية تقول انها سيطرت على البلدة المسلحون يستهدفون ممر مخيم الوافدين مانعين المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية ومركز المصالح الروسي يتهمهم باستخدام المدنيين لحفر الأنفاق موسكو تتهم واشنطن بإقامة محمية للإرهابيين في التنفي السورية ومصدر عراقي يؤكد أن النشاط الأمريكي قرب الحدود أثر في العمليات العسكرية وعشية زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة المحكمة الدستورية الولية تقر دخول اتفاقية نقل ملكية تيران وسنفير إلى السعودية حيز التنفيذ وفي نافذة مدن على المتوسط سابون الغار حرفة واهوية خلاصة طبيعة كسب السورية موسيقى تتواصل الاشتباكات العنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردية والمسلحين المدعمين من تركيا داخل بلدة راجو غرب عفرين موفد الميادين قال أن هذه الاشتباكات تتركز في الأحياء الجنوبية والغربية لراجو بالتزامن مع غارات تركية مكثفة على بلدة الحج خليل وبعد نيلي ومحيط سد السابع عشر من نيسان موفد الميادين أكد أن القوات التركية لم تسيطر بالكامل على راجو بعد حتى هذه اللحظة خلافا لما ذكرته تنسيقيات المسلحين سكان مدينة عفرين كانوا قد شيعوا نحو 24 شهيدا ارتقوا في العمليات التركية المتواصلة منذ أسبوع على المدينة ومحيطها وذلك على وقع الهتفات المنددة بهذه العملية والمطالبة بإيقافها الشهداء الخالدون هم جميعا أطفالنا سنموت من أجل هذا الوطن هذا وطننا عفرين أرضنا وسنموت من أجلها هناك مقاومة في عفرين لمثيل لها لقد تعرضت لحركات جهادية وإرهابية على يد قراصمة أردوغان لقد قدمنا شهيدا ماذا يريد أردوغان مننا أردوغان ليس له الحق في التدخل في عفرين فهو يهاجمنا ويقتل أطفالنا إنه يهاجمنا في كل مكان وفي الغوطة الشرقية وصلت المجموعات المسلحة منع المدنيين من مغادرة المنطقة عبر معبر مخيم الوافدين مراسل الميادين أفاد باستهداف المسلحين بالقذائف ورصاص القنص المعبر المخصص لعبور المدنيين من الغوطة الشرقية ودخلت هدنة الخمس ساعات يومها الخامس من دون تسجيل خروج أي مدني فيما استمر سقوط قذائف الجماعات المسلحة على دمشق ومحيطها مروحيات الجيش السوري كانت قد ألقت منشورات جديدة على الغوطة الشرقية المنشورات تتضمن تعليمات للمدنيين الراغبين في الخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية للوصول إلى الممر الآمن المحدد عبر مخيم الوافدين وذلك تمهيدا لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق نحن في نقطة متقدمة للجيش السوري تطل تماما على الطريق الذي يقود من مزارع دومة باتجاه معبر الوافدين هناك استهدافات للمسلحين لمحيط هذا الطريق بقذاف الهاون ورصاص القنص في الواقع أيضا لليوم الرابع منعت خروج المدنيين باتجاه ذلك المعبر الجيش السوري يرصد هذه المناطق ويرد على مصادر إطلاق النار في حال حصولها وهو مجرى صباح هذا اليوم نطلب من المسلحين الموجودين داخل الغوطة الشرقية أن يسمح للمدنيين بالخروج للحالات المرضية والحالات الإنسانية وعدم قصف المداخل وعدم قصف مخيم الوافدين بالقذاف ونطلب منهم أن يتركوا أهنة بالغوطة لا توقف في استهداف المسلحين لمحيط مخيم الوافدين بقذاف الهاون وصولا إلى ضحية الأسد في حرستها استهداف رد الجيش السوري عليه بقصف مواقع إطلاق الهاون وتحركات المجموعات المسلحة شوية تهدئة شوية بس يتركها المدنيين يتركها الأطفال حرام الأطفال عم زدتها القذائف عم زدتها القذائف عم يقنصها العالم بالنسبة للوضع المأساوي في ساحة المعبر انتظرت الحافلات والسيارات الأسعاف ساعات طويلة ترتيبات كبيرة وفرها الجيش السوري والهلال الأحمر لاستقبال أي مدني يتمكن من الوصول إلى المعبر جاهزين 24 ساعة على مدار 24 ساعة 24 ساعة لتقبل الاستقبال الحالات الإنسانية من جميع المستلزمات الطبية والصحية والإصعافات الأولية لكن نحن هون من الصباح الباكر عند هذا الحاجة للاستقبال أخواتنا بالغوطة الشرقية لكن المسلحين مانعينهم يطلعوا بالقذائف والقنص مر اليوم الرابع من الهدنة كما الأيام السابقة غادرت الحافلات هذه الساحة دون أن يصعد على متنها أي من مدني الغوطة الشرقية محمد الخضر من معبر الوافدين في محيط دومة الميادين وسنبقى مع الزميل محمد الخضر معنا من العاصمة السورية دمشق كما ينضم أيضا إلينا الزميل علي مرتضى مفد الميادين من عفرين أبدأ معك علي مرتضى كنت قد وكبتنا بالمعلومات الميدانية بأنه تمت السيطرة على مناطق أو بعض الأحياء من راجو لكن المعلومات أكثر من معلومة كانت تتحدث في المقابل عن أنه تم السيطرة على مدينة راجو بالكامل الحقيقة الآن معك تفضل يعني حقيقة الموضوع هو أن مسلحون مدعومون من تركيا دخلوا إلى داخل قرية راجو الاشتباكات تحدث في قرية راجو سيطروا على بعض الأحياء الجنوبية الشرقية يعني خلال طريقنا إلى هنا بالفعل ولكن الاشتباكات لا تزال ضارية داخل البلدة خط الانسحاب من داخل البلدة بات مقصوفا استودفت الحش خليل استودفت أيضا القرى التي تقع على سفح الجبل المقابل لراجو يعني القرى المقابلة نتحدث عن بعيدينلي وكترنايا وأولاد العرب كل هذه المناطق تم استهدافة حقيقة الموضوع بكل صراحة داخل راجو هي أن اشتباكات دارية تحدث داخل البلدة وبالتالي هذا أمر جديد على الخريطة العسكرية هنا في عفرين وخاصة في غرب عفرين منذ بداية الحرب لم يحدث أن دخل اشتباكا إلى بلدة يعتد بها حدودية أو مقابلة للحدود يمكن القول اليوم بأن راجو بالفعل تشهد هذه الاشتباكات بداخلها أما حتى هذه اللحظة لحظة إرسالنا هذه الرسالة المباشرة الآن من داخل مدينة عفرين لا يمكننا القول بحقيقة الأمر بأن راجو قد سقطت بأيدي المسلحين المدعومين من تركيا أو الجيش التركي نظرا إلى أن هناك مقاتلين من الوحدات موجودون الآن داخل راجو ويقاتلون في شوارعها وبالتالي علينا أن ننتظر ولكن بالفعل دخل مسلحهم مدعومون من تركيا إلى داخل بلدة راجو وهذا عدا عن أنه بالتوازي مع راجو يعني ما يفصل راجو وابعيدين لي عن بعضهما البعض هما قريتان تقعان على سفحي جبل متقابل وبالتالي حتى بعيدين لي خلال الهجوم على راجو والاشتباكات في راجو كانت تشهد قصفا واشتباكات رشاشة وبالتالي لم يدخل المسلحون إلى داخل بعيدين لي ولكنهم يستهدفونها وانحصر القتال على الأطراف كان قد ظهر على شاشة الميدين هذا من الضروري توضيحه لأننا في حينها لم نكن نستطيع الإعلان عن هذا الموضوع أن البلدة التي تم قصف بهذا الشكل العنيف الذي حدث على الشاشة مباشرة خلال النقل المباشر وخلال التغطية هي بلدة كترانيا ولكن لم نكن نستطيع أن نقول اسم البلدة نظرا إلى أن إفصحنا عن اسم هذه البلدة قد يفضح مكان تواجدنا ما يؤدي إلى القصف لسيما بأن مكان ما كنا متواجدين وسوف يظهر عبر التقرير تم قصف وسط البلدة وهي معبطلة بطبيعة الحال الآن بعدما أصبحنا في عفرين يمكننا القول بأنها معبطلة بطبيعة الحال حيث استودفت ساحة معبطلة استودف محيط الهلال الأحمر السوري في معبطلة سقط العديد من المدنيين جرحا وقد نقلوا إلى المستشفيات وفي نفس الوقت أيضا وبالتزامن يعني هو يوم بالفعل عسكري كبير ويعني يماهد لمرحلة جديدة فيما يحدث أو المرحلة التي كنا نتحدث عنها منذ فترة يعني المرحلة الثانية من العملات العسكرية حتى في شران قرية جمة التي زرناها الأمس أيضا اشتباكات داخلها أضحط يعني هناك محاولات للدفاع عن القرية من داخلها بعدما اقتحمها مسلحون مدعومون من تركيا كذلك استادف القصر ناحية شران وبلدة شران علي سأعود إليك سأعود إليك معا أهمية السيطرة على الجزء من راجو ولماذا؟ هل هذه الخاسرة رخوة كي يتم السيطرة عليها وهي مقدمة أو تشكل خطر على ماذا؟ ماذا بعد هذه الأحياء التي تم السيطرة عليها؟ أنتقل إلى زميل محمد الخضر المجموعات المقاتلة المجموعات الإرهابية في الغوطة تتخذ من السكان المدنيين من الأطفال من النساء من الشيوخ أعمال بالسخرة الحقيقة معك وبعد خمسة أيام لم يظهر أي مدني واحد لم يخرج خارج الغوطة تفضل بالفعل يعني معطيات اليوم الخامس على الأقل تشير إلى عدم خروج أي من المدنيين هناك حالة خاصة لطفلين يعني شقيقين تمكنان من الخروج والوصول إلى كمان الجيش السوري التي قامت بتامينهم إلى أحد مراكز اليواء عدا ذلك في الواقع من الواضح أن الأعلانات المتتالية لهذه المجموعات المسلحة برفض خروج أي مدني ترجمت باستهدافات بقذاف الهونة على محيط هذا المعبر استهداف محيط هذا المعبر يشير إلى إشارة واضحة جدا يوجه إشارة واضحة للأهالي داخل تلك المناطق في دومة أو غير دومة يعني بلدات ومناطق الغوطة الشرقية بمنع الخروج إلى تلك المناطق هناك معطيات في الواقع يتحدث فيها بعض الأهالي ممن يتوصلون مع ذويهم داخل تلك البلدات والمناطق تشير بالفعل إلى منع نهائي وحتى التهديد بالاعتقال والضرب وحتى قبل يومين جرى إطلاق الرصاص لمنع خروج أي من هؤلاء وخصوصا أن بعضهم وصل إلى أحد النقاط المتقدمة حاجز الصيصان وهو قريب في الواقع من الحواجز القريبة من الجيش السوري ومن الطريق الآمن لذلك في الواقع حتى هذه اللحظة خمسة أيام هدنة الخمس ساعات لم تحقق خروج أي من المدنيين حتى هذه اللحظة على الأقل بالمقابل على الأرض ما الذي تغير؟ تغير هناك عمل عسكري مستمر خصوصا في جبهة المرج حقق نجاحات واضحة باستعادة السيطرة على حش الظواهر ومواقع قريبة منه الآن التقدم من هذا المحور مع الوحدات التي تتقدم من محور الشيفونية قد تؤدي إلى التقاء هذه القوات والتواصل الجغرافي وهي مناطق تقع إلى جنوب الشرق مباشرة من دومة تشكل خط دفاع عن مدينة دومة إضافة لذلك هناك باتجاه أوتايا يعني اتجاه آخر للوحدات المتقدمة من حوش الظواهرة وهي أيضا تقابلها في المنطقة الأخرى عمليات عسكرية للجيش في منطقة حرستة وعربين وهناك تقدم في هذه المناطق يوصف دوما بضمن كتل بنائية على اعتبار أنها كتل بنائية وأحيانا حتى أنفاق استخدمها المسلحون وبنوها خلال ست أو سبع سنوات من هذه الحرب نعم أعود إلى زميل علي مرتضى من عفرين علي أهمية هذه الأحياء الجنوبية والغربية لراجو التي تدور فيها حتى هذه اللحظة اشتباكات عنيفة يعني هي بالأحرى بأهمية راجو بمجملها يمكن القول بأنه منذ بدء العملية العسكرية التركية والإعلان المتقدم بأن الجيش التركي سوف يدخل خلال أيام لعفرين كان هناك مراوحة للجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه في القرى قليلة للبنيان الحدودية وبالتالي راجو تعتبر سلمة من القرى التي فيها عمران فيها بناء فيها بنايات يعني بمعنى كل القرى الأخرى كل البيوت هي بيوت يعني من طابق واحد ومتوزعة بشكل متفرق وبعضها متلاصق ببعض البعض أما راجو فتعد بلدة لأن فيها بنايات وفيها تجمعات سكانية وتجمعات عمرانية ضخمة وبالتالي هي تعتبر ضخمة بالنسبة للمنطقة نقول يعني ضخمة بالنسبة لما نراه في مجمل منطقة عفرين بالتالي الدخول إلى راجو أو البدء باقتحام راجو والبدء باقتحام بعد الأحياء إذا نقول إذا ما تمكنت القوات المدعومة التركية من السيطرة عليها فيمكن القول بأن هذا هو أول إنجاز تركي منذ بداية هذه الحرب لأن كل ما حقق على الحدود هو عبر قرى صغيرة للغاية حتى الطرقات التي تصلها ببعض البعض هي الطرقات غير معبدة وطرقات صعبة أما راجو فهي مركز مدينة هي مركز الناحية يقال ناحية راجو والقرى البلدة هي مركز الناحية وبالتالي هذا ينبئ بدخول المرحلة الثانية أو نقول بأننا دخلنا المرحلة الثانية وهي القتال داخل مراكز البلدات واقتحامها وهذا بالفعل ما يحدث تحت غطاء جوية عنيف للغاية من قبل الجيش التركي والطيران التركي تحت غطاء متبعي ضخم للغاية هناك قرى في الخطوط الخلفية تم استدفعها بقوة وبشراسة أيضا نعم محمد الخضر باختصار من فضلك الحالات الإنسانية الوضع الإنساني لأهالي الغوطة في الواقع بطبيعة الحال يعني حال متضرر لا يمكن هنا إلا الإشارة إلا أنه حتى في شباط الماضي يعني في مطلع هذا الشهر الذي فات كانت هناك تدخل قوافر لغاذة بإشراف الصديب الأحمر والإلال الأحمر إنما حاليا هناك الخطر من استخدام هؤلاء المدنيين كدريئة أو يختبع خلفها المسلحون واستخدامهم في هذه الحرب وهو الواضح ما يفسر استماتة المسلحين بمنع خروج أي من هؤلاء المدنيين باتجاه المعبر الآمن وبالتالي إلى مراكز اللواء التي حددتها الحكومة السورية نعم ولكن في حال أصول أي مساعدات من يضمن أنها تصل فعلا إلى سكان أهالي الغوطة ولا يستأثر بها ويستولي عليها هذه الجماعات وهذه العصابات في الغوطة للأسف لا يوجد ضمانات لأنه حتى المجالس المحلية الموجودة في الغوطة الشرقية هي تأتمر مباشرة بأوامر جيش الإسلام أو فيلق الرحمن وكثيرا ما جرت عمليات اختتال خلال السنوات الماضية أساسها هو السيطرة على تلك المساعدات التي تصل وتلك التي يعتبرونها بين قوسين غنائم يقومون ببيعها أو حتى بتوزيعها بطريقتهم للموالين لهم من سكان تلك المنطقة نعم شكرا جزيلا لك محمد الخضر علي مرتضى كان معنا من عفرين أيضا يعلي على كل هذه المعلومات شكرا مركز المصالحة روسي اتهم المسلحين في الغوطة بتفتيش منازل المدنيين ومصادرة أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم بالخروج من المدينة المركز أشار إلى أن المسلحين يستخدمون المدنيين بنشاط لحفر الأنفاق كما حذر من أن جبهة النصرة تعد لعمليات استفزاز في الغوطة لإفشال الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية لتعقيد الوضع في المنطقة منظمة الصحة العالمية دعت إلى ضرورة لإجلاء العاجل لأكثر من ثمانين حال حرجة من الغوطة الشرقية ما تطالب به منظمة الصحة العالمية هو موافقة كل الأطراف السوريين على الإخراج الفوري للحالات الحرجة من الغوطة وأولاهم أربع وثمانون حالة أعلن عنها الصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة ومنهم أطفال ونساء الذين يعانون أوضاعا صحية نتجت من الصراع في الغوطة الشرقية ومنهم ما يعاني سوء تغذية وأمراضا مزمنة وفي جونيف أرجى التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن الغوطة الشرقية إلى الاثنين المقبل وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان موسى عاصي من خارج جلول الأعمال وبالتعارض التام مع عراف مجلس حقوق الإنسان فرضت بريطانيا والمجموعة الدولية العربية المناهضة لسوريا جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية علما أن جلسة خاصة حول سوريا مقررة نهاية الأسبوع المقبل المتحدثون من هذه المجموعة وهم الأكثرية في المجلس كرروا الكلام ذاته دمشق تتحمل مسؤولية الانتهاكات في الغوطة الشرقية وترفض إدخال المساعدة وإخراج المصابين والجرحة النظام السوري ومؤيدوه وصلوا قصف المدنيين في الغوطة الشرقية ومنعوا إدخال المساعدات يجب أن نواجه رسالة إلى النظام السوري وأعوانه بأنه لا يفلت من المساءلة المفوض السامي لحقوق الإنسان ذهب بعيدا في اتهام الحكومة السورية بالانتهاكات داعيا إلى تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية إن ما نشهده في الغوطة الشرقية وماكنة أخرى في سوريا قد يصل إلى درجة جرائم الحرب وربما إلى جرائم ضد الإنسانية دمشق وضعت النقاش حول الغوطة الشرقية في خانة تأمين الغطاء السياسي للإرهابيين إن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن والتصريحات التي تلته أكدت أن الهدف ليس الوصول إلى هدن حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة من جديد لعرق للتقدم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها روسيا التي اعترضت على النقاش الطارئ حاولت إدخال بعض التعليلات على المشروع البريطاني لكن المجموعة المناهضة لسوريا رفضت المبادرة أما التصويت فسيحصل يوم الاثنين المقبل ومن المتوقع أن يتبنى المجلس المشروعة من دون مفاجآت المشيئة في مجلس حقوق الإنسان تفرض بالأغلبية المجموعة الغربية التي قادتها بريطانيا هذه المرة والمجموعة الخليجية المختلفة فيما بينها لكنها متفقة في الملف السوري بالإضافة إلى عدد من الدول التي تصوت بنعم أو بلا تبعا للمصالح والعلاقات خليط من الدول والمصالح يواجه سوريا دبلوماسيا هنا في مجلس حقوق الإنسان منذ سبع سنوات مصعاس جنيف الميادين في غضون ذلك اتهمت موسكو وواشنطن باستخدام منطقة التنف غطاء للجماعات الإرهابية هناك نائم وزير دفاع الروسي أليكساندر فومين أعرب عن القلق من إقامة ما تسمى المنطقة الآمنة حيث سجلت عمليا محمية للإرهابيين وفق قوله وأوضح خلال حديث تلفزيوني أنه يجري هناك تسليح الإرهابيين والتغطيط لشن هجمات تحت إشراف القوات الأمريكية نقل مراسل الميادين في بغداد عن مصدر عسكري تأكيده أن المنطقة الآمنة التي يسعى الأمريكيون إلى إنشائها عند معبر التنف الحدودي مع سوريا تعد الأكبر مساحة كمنطقة تضم قاعدة عسكرية وقد أسهمت في شلل ميدني بعد إغلاق الأمريكيين سماء المنطقة أمام أي تردد لشبكات لاسلكي المصدر أشار إلى أن هذا الأمر أثر في عمل العراقيين عند الحدود وردا على قرار البرلمان وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية نقل مراسلنا عن مصادر حكومية قولها إن العراق لا يزال بحاجة إلى مساعدة هذه القوات في عمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى تمكنت قوة من شرطة محافظة الأنبار من أحباط محاولة استهداف حاجز أمني غربي الرمادي وقد أظهرت المشاهد انفجار السيارة التي كان يقودها انتحاري في ممر التفتيش قبل وصوله إلى الحاجز من دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية باستثناء مقتل الانتحاري ومعنا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين عبدالله بدران عبدالله أهلا بك ما قصت هذه المساحة والقاعدة لأمريكي رد البرلمان من جهة مقابل فصل هذه المنطقة كأمور تقنية ولسلكية وأمنية ما الذي يجري بالضبط حقيقة الأمر؟ نعم سلمة بالنسبة للقاعدة التي بدأ الأمريكيون بإنشائها عند معبر التنف بين العراق وسوريا العراقيون اليوم يعانون ميدانيا من هذا الدور الأمريكي لجهة أن كل شبكات اللاسلكية العسكرية والمشفرة المعتمدة وفق الموجات المخصصة عسكريا لا تعمل في تلك المنطقة وعمليا هي عملية إضاعة مجهود عسكري وإرباك للوجود العراقي سواء حرس الحدود أو قوات الحجد الشعبي أو أبناء العشائر والذين وزعت أدوارهم لتأمين الحدود العراقية السورية من جهة ومن جهة أخرى تأمين هذه المنافذ المهمة التي كانت سابقا قنوات تواصل مهمة لمسلحي داعش وقبلهم تنظيم القاعدة وعلى هذا الأساس العراقيون وبعد تقاطع المعلومات من أن عددا من معدات الجيش الأمريكي التي كانت موجودة في الداخل العراقي والتي سحبت بالفعل منذ أن أعلنت بغداد بدأ تخفيض عديد قوات التحالف الموجودة في الأراضي العراقية نقلت إلى هذه القاعدة ليس أكيدا كيف تم نقلها لأن هناك سحبا للمعدات والجنود كان باتجاه من العراق باتجاه أفغانستان والبعض الآخر ربما نقل مباشرة من الداخل العراقي إلى الداخل السوري لبناء هذه القاعدة التي شكلت قطرا كبيرا يؤثر على موجات اللاسلكة ويؤثر على عمل القوات المسلحة الموجودة في تلك المنطقة التي تصر واشنطن على أن توجدها بالاعتماد على الدور والعدد والمعدات الأمريكية الموجودة أصلا في قاعدة عين الأسد بالتزامن طبعا مجلس النواب العراقي والذي بالإجماع اتخذ قرارا أوله شكر لقوات التحالف التي ساندت العراق في حربه ضد داعش وطالبت ثانيا بوضع طالبة الحكومة أن تضع جدول زمني لانسحاب هذه القوات من الأراضي العراقية طالما انتفى عذر وجودها دون أن يحدد هذا السقف الزمني ودون أن يطلب ترك ذلك في ملعب الحكومة العراقية التي طبعا بحسب مصادر المهدين فإنها ترى أن ذلك جزء من دور انتخابي تمارس الكتل السياسية وأن بغداد بالفعل بالحاجة التامة والكاملة لوجود عدد من مدربين ومستشارين وعناصر أجنبية تتبعون التحالف لأسباب فنية تتصل بما يحدده الفنيون العراقيون في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة من أعداد المدربين والمستشارين وكذلك الخبرات والتخصصات عبدالله كان في أكثر من موقف عبر قناتنا لفصائل الحشد الشعبي ولقياديين فيها حول الوجود الأمريكي والتوسع وكل هذه الأمور المتعلقة بالوجود الأمريكي هل من رد الآن على هذا الخبر الفصائل المقاومة العراقية لديها موقف ثابت سلمة لم يتغير وهو أن العمل مع الأمريكي سيكون في خندق المواجهة عمليا على الأرض هي لديها استعدادات ولديها خطط موضوع هذه الفصائل هذه الخطط هي خطط عسكرية وفق التقديرات الأخيرة فإن عديد الوجود الأجنبي في العراق الأمريكي والبريطاني والفرنسي والهولندي والاسترالي الذي طبعا يرجح أنه النسبة الأكبر بعد الوجود الأمريكي يصل إلى 11 ألف جندي يتواجد على الأرض العراقية في وقت كان الرقم هو 8 ألاف أجنبي جندي ومدرب ومستشار يتواجد في الداخل العراقي فصائل المقاومة التي البعض منها انبرى لأن يؤجل حتى الدور أو الاشتراك في العملية السياسية والانتخابية أو دعم حتى مرشحين لأن يشتركوا بهذه العملية بالانتساب والانتماء لهذه الفصائل سحبت يدها وغيرت ترتيب الأولويات وانتقلت إلى الميدان هي جزء من إصرار هذه الفصائل على إخراج الجانب الأجنبي في العراق باعتباره قوات محتلة وفق تقديرها ووفق عقيدتها وعلى هذا الأساس طبعا والموقف تتقاطع فيه عدة فصائل من فصائل المقاومة العراقية نحن نتحدث سلمة عن فصائل المقاومة وليس عن قوات الحجد الشعبي هذه الفصائل لديها إصرار ولديها استعدادات وهي عمليا وفق معلومات الميادين في وضع ميداني عملياتي الآن استعدادا لأي مواجهة تندلع مع الجانب الأمريكي في الداخل العراقي إن لم يكن هناك من جدول زمني واضح لانسحاب وسحب وتخفيض عديد هذه القوات حتى الصفر دون أن يبقى أي وجود أجنبي لكن هناك طبعا في الجانب الآخر وجود لشركات سواء الشركات المختصة بسيانة طائرات الـ F-16 أو الشركات التي مهمتها الأساس صيانة دبابات الإبرامز والشركات التي لديها معدات وإشراف على إدخال الذخيرة وتوزيحها بالمخازن العراقي على تبار أن كل السلاح الأمريكي ذخيرته أمريكية خالصة وعلى هذا الأساس هناك يجب أن يكون دور لشركات أجنبية ومتعاقدين أجانب وذلك كله جزء من دور قوات التحالف هنا يكمن أو تكمن العقدة التي على بغداد أن تفكها وأن تنسق ما بين الدور الذي تقوم به الفصائل وبين الضغط من هذه الفصائل وبين الأسرار الأمريكي على إيجاد قواعد أو مواقع مؤقتة تصل إلى عشرين موقع على كامل التراب العراقي شكرا جزيلا عبدالله بدران على كل هذه المعلومات المهمة وعلى هذه الإحاطة بالواقع الميداني ووجود أمريكي في العراق شكرا جزيلا مدير مكتب الميدين عبدالله بدران كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دولا أخرى فشلت في الحصول على تقنية الأسلحة الروسية الجديدة نفسها بالرغم من محاولتها تحقيق ذلك وغلال كلمة له في منتدى في كالينينجراد وصف الأسلحة الجديدة بأنها تتجاوز الخيال العلمي مستعرضا قدرات قسم منها إن منظومة أفنغارد التي تحدثت عنها رائعة حقا فهي تسير بسرعة توازي عشرين مرة سرعة الصوت في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي مثل النيازك ويمكنها مناورة آلاف الكيلومترات صعودا وهبوطا وإلى اليمين واليسار وهي تعمل كل هذا أصبح متاحا ونحن نعمل عليها منذ فترة طويلة جدا دول أخرى حاولت أيضا على ما يبدو وفشلت حتى الآن في تحقيق ما حققناه رسائل غير مسبوقة وجهها رئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب وأمريكا حين أعلن بوضوح امتلاك روسيا لصواريخ حديث دقيقة التصويب من أبرزها وأخطرها منظومة ستاتوس بسانتراف التفاصيل أهلا بكم تهديد روسي غير متوقف ورد قاصم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الغرب وممارسته بعد نشره المزيد من الصواريخ في البلدان التي تجاور موسكو التصريح بامتلاك المزيد من الأسلحة المتطورة والدقيقة التصويب استدعى ردا من الزعماء الغربيين ولسيما ترامب وماكرون ومركل ستاتوس 6 صاروخ بحري نووي سيسمى سلاح يوم القيامة هكذا يقول الخبراء الروس سرعته تحت الماء تبلغ 185 كيلو مترا في الساعة وبإمكانه خفضها إلى أدنى مستوى حتى لا تسمعه الرادارات المضادة ويصل مدى بحاره إلى 10 ألاف كيلو متر هذا التوربيد النووي الذي تطلقه الغواستان البحريتان بلغراد وخبروفيسك سيحمل قذائف كبيرة ولها رؤوس نووية قوية جدا وقادرة على تدمير منشآت اقتصادية مهمة للعدو في مناطق ساحلية وعلى إلحاق الأضرار عن طريق إحداث تلوث إشعاعي واسع نطاق من أهم خصائصه التخفي أما إذا اكتشف فإنه سيكون قادرا على الإفلات من أي توربيد للعدو بسرعة كبيرة وبإمكانه أيضا التوجه إلى النقطة المحددة في القاع وانتظار الأوامر لتفجير الرأس النووي المستهدف كلام بوتين الصاريح في خطابه الأخير مع ما يحمله من رسائل تهديدية للغرب وأمريكا على وجه الخصوص حدث ما يماثله وإن بصورة مختلفة عام 2015 مع تسريب وثائق تتضمن معلومات عسكرية تحدثت عن منظومة صواريخ ستاتيوس ستة وفسره الخبراء حينئذ بأنه جرى نتيجة خطأ تقني لربما كان مقصودا بهدف إمرار رسالة مفادها بأن روسيا تمتلك القدرة الكافية والسلاح الحديث الفتاك القادرين على التصدي للمنظومات الصاروخية الغربية ولأي تهديد يوجه إليها وقد يمثل خطورة على وجودها حلف شمال الأطلسي قال أنه لا يريد حربا باردة جديدة ولا أسباق تسلح نائبة الأمين العام للحلف الأطلسي أشارت إلى أن من الخطأ القول أن النووي روسي قادر على هزم الدفاع الباليستي الأمريكي ما سمعناهم الموسكو بشأن السلاح النووي مسير للاهتمام سأقول شيئا عن هذا الأمر أن واشنطن لا تخش أن يكون السلاح النووي الذي أعلن عنه خلال الساعات الماضية قادرا على هزم منظومة الدفاع الصاروخي الباليستي الأمريكي لأن المنظومة الدفاعية الأمريكية مصممة حصرا لمواجهة التهديدات الآتية من كوريا الشمالية لروسيا لذا لا لزم للقول أن الصواريخ الروسية ستهزم المنظومة الدفاعية الأمريكية أعتقد وفقا للبيان الذي صدر الشهر الماضي عن الموضوع النووي أن الولايات المتحدة تقبل بوضعية الردع المتبادل مع روسيا وهو ما يعني بأن توازن القوى الاستراتيجي هو ما يحفظ السلام وفي أوكرانيا جرح عدد من الأشخاص وأقف نحو مائة في مواجهة بين الشرطة ومحتجين معارضين للحكومة المواجهة اندلعت وسط كيف بعد محاولة العناصر الأمنية فضى اعتصام قرب البرلمان هذا الاعتصام يأتي في إطار تحركات واسعة للمعارضة تخلى لها مظاهرات في كيف تطالب باستقالة الرئيس وترى أن عجلة الإصلاح شبه متوقفة نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل صمت انتخابي في إيطاليا بعد حملات صاحبة اشتركوا في القناة 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 كلمة حرة يأتيكم الاثنين الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس الشريف من جديد أهلا بكم إلى الظاهرة أعلنت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة دخول الاتفاقية التي قضت بنقل ملكية تيران وصنفير إلى السعودية حيز التنفيذ وعشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين الصدرين في هذه القضية ولفتت إلى أن الجراءات التي أدت إلى الاتفاقية أوجدت لها وضعا قانونيا يتجاوز النزاع القضائي بشأنها وأن الفصل فيها بات عقيما وغير منتج قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن السعودية تورطت في لعبة الإسرائيل التي ترمي إلى تقسيم البلدان الإسلامية ومنها السعودية نفسها على حد تعبيره عبداللهيان وفي حوار مع التلفزيون الإيراني أكد أن السعودية تغرق في المستنقع اليمني وأن حركة أنصار الله تحولت إلى محور بات له الكثير من الحلفاء على حد تعبيره في ضل سحابة التحقيقات التي يرزح تحتها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أعادت أزمة تجنيد المتدينين الحردريم في الجيش لتزعزع استقرار الحكومة هاني فحص والتفاصيل سحابة شبهات والتحقيقات التي تغطي المشهد السياسي في إسرائيل سترافق رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في زيارته واشنطن فعشية سفره للمشاركة في مؤتمر أيباك السنوي خضع نتنياهو لجولة تحقيقات امتدت لخمس ساعات في القضية المعروفة باسم أربعة آلاف التي تدور حول تبادل روشان بين السلطة والإعلام زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة ستكون تحت ظل التحقيقات هذا هو الأمر المركزي الذي سيسألونه عنه في كل مكان ولحسن حظ نتنياهو إنه سيلتقي ترامب الذي لديه تقريباً الوضع نفسه وفي ظل سحابة تحقيقات التي تلقي بظلال ثقيلة على استقرار الحكومة انفجرت أزمة جديدة قديمة داخل الاتلاف على خلفية أعلان الأحزاب الدينية عدم التصويت على ميزانية العام المقبل قبل تمرير مشروع قانون إعفاء المتدينين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي ورفض وزير الأمن والمالية أفكدور ليبرمن وموشي كحلون ذلك وهدد بالذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم تقر الميزانية قبل منتصف الشهر الحالي نحن ندخل إلى مرحلة جديدة لا أحد من الأحزاب في الاتلاف يسهل عليه التنازل والجميع يخش تدحرج الأمور إلى انتخابات في وضع غير مريح الحارديم طلبوا تأجيل أقرار ميزانية الدولة إلى ما بعد أقرار قانون التجنيد لكن كحلول لا يوافق على ذلك مصير هذه الأزمة سيحسم على ضوء الوضع القضائي لنتنياهو يقول معلقون والسؤال الكبير برأيهم هو هل سيدخل نتنياهو يده في النار لحل هذه الأزمة أم أنه سيستغلها لتفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن ما تنقلته وسائل الأعلام بخصوص قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحكم سرية التحقيقات عون وفي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية دعا إلى التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية بدوره دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سحب القضية من التجاذب الإعلامي والسياسي والتوقف عن استغلالها بما يسيء لدور القضاء والأجهزة الأمنية هذا ورد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي على وزير الداخلية نهاد المشنوق في ما يتعلق بقضية عيتاني قائلا إن إعلان البراء أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده وفي تغريدة على حسابه على موقع تويتر قال جريصاتي إن الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد وأنه لا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية عن طريق طلب مثل هذا الاعتطار توقفت الحملات الانتخابية في إيطاليا منتصف ليل الجمعة السبت ويتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع غدا لانتخاب برلمان جديد وفق قانون زاد من فرص عدم نيلي أي حزب الغالبية المطلقة المنافسة تبدو شبه محصورة بين ثلاثة أطراف هي تحالف القوى اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني وحركة النجوم الخمس الشعبوية والحزب الديمقراطي من ياسار الوسط الاستطلاعات أظهرت تقدم تحالف برلسكوني لكن من دون تحقيق الغالبية المطلوبة لتأليف الحكومة كشفت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي عن خطتها بشأن البريكزيت لافتة إلى ضرورة الاتفاق على شراكة جمركية مع بريكسل لا تراجع عن نتائج الاستفتاء ولا للاتحاد الجمهوري والسوق الأوروبي المشتركة ولا لتفكك وحدة البلاد لآت رفعتها رئيسة الحكومة في خطاب حددت فيه أهدافها بشأن البريكزيت ما التي تكشف لأول مرة رؤيتها بشأن البريكزيت تسعى إلى شراكة طموحة مع الاتحاد الأوروبي ضمن نموذج خاص من العلاقات يرعى المصالح المشتركة وفق ترتبات جديدة تنظم العلاقة بين لندن وبروكسل علينا مع الاتحاد الأوروبي أن نواجه حقيقة أن ما يجري هو مفاوضات ولا أحد قد يحصل على ما يريده من المفاوضات لكنني على ثقة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق لأن كل مننا يريد الوصول إلى سوق الآخر ونحن نريد أن يكون التنافس بيننا عادلا ومفتوحا ونريد أدوات ووسائل شفافة وموثوقة خطة مي بشأن البريكزيت وإن تخللتها خطوط حمراء فإنها اتسمت ببعض المرونة ولا سيما عند مقاربتها مسألة التعرفة الجمهورية عند إعلانها أن بريطانيا قد تدخل في شراكة جمهورية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد مع ترتبات سلسة إلى حد كبير للجمارك على الحدود بما يقلل أي تأخيرات في الموانئ والمطارات خطاب تريزا ماي يتضمن الكثير من الإنشاء الذي لا لزوم له وقد أثبتت الأيام أن رئيسة الوزراء ضعيفة وأن البرلمان لا سلطة له في اتخاذ القرارات والمحاسبة رئيسة الوزراء البريطانية لم تتلدت في رفض الاقتراح الأوروبي بإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمهوري الأوروبي باعتباره تقويدا للسيادة الوطنية بوسسر لندن الميادين بنزويلا ترجع انتخاباتها الرئاسية شهرا والمرشحون يوقعون اتفاقا يتعاهدون فيه باحترام نتائج الانتخابات روح تصالحية يراها المراقبون في جو التوافق الحاصل بين المرشحين للرئاسة على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية ويقرؤون فيها تقويضا لاتهامات خارجية للحكم في بنزويلا بأنه شمولي هذه الأجواء تتمثل في اتفاق وقعه المرشحون للرئاسة يتعاهدون فيه باحترام النتائج بعد يوم من تأجيل الانتخابات الرئيس نيكولاس مادورو والمرشحان المعارضان هنري فالكون وخافير بيرتوتي وقعوا الاتفاق بينما يرتقب أن يوقع المرشح رينالدو كويجعدا يوم الاثنين الدول الغربية وعدد من جيران فنزويلا في أمريكا اللاتينية انتقدوا حكومة مادورو بشأن الظروف غير العادلة التي تجرى فيها الانتخابات انتقادات رد عليها وريث تشافاس داعيا لاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين إلى الإدراك بأن لدى بلاده ضمانات انتخابية أكثر من أي بلد أوروبي يمكننا أن نعطي درسا لجميع الدبلوماسيين في سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا بدءا من روبنسون القائم بالأعمال إلى البواب الأخير لسفارة الولايات المتحدة فيما هي نظام الانتخاب المباشر لأن الشعب في فنزويلا هو من يختار بينما ذلك غير موجود في الولايات المتحدة وفيما يراه ائتلاف المعارضة الرئيسي المقاطع للانتخابات شقا لصفوفه يعتقد القيادي المعارض فالكون بأن بإمكانه الفوز حتى من دون آلة الائتلاف المعارض الانتخابية وراءه مستغلا حالة الاستياء الواسعة إن ما يحدث في بلدنا حساس جدا ونحن في بداية انهيار يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية بين الإخوة وهو أمر لا نريده وهذا هو السبب الرئيسي لوجودنا هنا في هذه الهيئة الانتخابية لأننا نراهن على السلام لأننا نراهن على الديمقراطية بيد أن أنصار المعارضة يصفون فالكون بأنه خائن ويحثون الناخبين على مقاطعة الاقتراع لعزل مدورو ولنزع الشرعية عما يقولون مسبقا إنه سيكون فوزا مزورا تزداد العواصف الثلجية قوة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا صورة على أثارها في هذا التقرير لا يبدو أن فصل الربيع قريب من الولايات المتحدة الأمريكية فمن ولاية ماين شمالا لغاية بيرجينيا جنوبا العواصف تهوج وتموج بتقصي البلاد وتحبس الناس في بيوتهم وتكتم تبشير الربيع على الحياة هنا في العاصمة واشنطن وصلت سرعة الرياح إلى 60 ميلا في الساعة ما استوجب إغلاق المدارس في جميع أنحاء المنطقة وغلقت الحكومة الفيدرالية مكاتبها مطارات نيويورك الرئيسية الثلاثة ألغت المئات من رحلتها لدينا 6400 رحلة يومية لقد جرى إلغاء نحو 1200 رحلة أي نحو 18% من إجمالي القدرة العالمية لهذا اليوم عندما غادرت هذا الصباح تساقطت ثلوج كثيفة لم أتوقع أن يجري تأجيل الرحلة ولا نعرف متى ستستأنف الرحلات لكنها قد تستغرق وقتا طويلا موجة العواصف عالية ألغي بسببها أكثر من ربع الرحلات الجوية من مطارين آخرين في نيويورك ومطار بوستون وتوقفت القطارات بين نيويورك وبوستون وواشنطن دائرة الأرصاد الجوية حذرت من المزيد من الفيضانات الساحلية في نورد كارولينا الساحلية وضواحي نيويورك الشرقية مشيرة إلى أن عاصفة ثلجية قد تصيب وادي أوهايو شرقا خالية على عروشها تبدو محطة القطارات هنا في المملكة المتحدة أوروبا على درجة البرد نفسها وبنبرة ثلجية أعلى يصرخ الشتاء في آخر أيامه هنا في كرواتيا يبدو ممتعا جو الثلوج لعدد من السياح وينقضى على حركة البلاد شلالات بليتفيكا الأشهر في كرواتيا صارت جليدة إنها جميلة حقا لم نتوقع هذا الكم من الثلوج والشلالات المتجمدة الأروع منها هذا البساط الأبيض على مد البصر في إيرلندا عاصفة إيمة أغلاقت الطرقات وعلقت الرحلات في مطار ديبلن ووصل مستوى الخطر إلى اللون الأحمر وفي البرازيل غمرت المياه طريقا للتنزه في قلب حديقة للسياحة البيئية جنوبي البلاد الحديقة تحولت إلى حوض عملاق يقصده السباحون والغطصون للاستمتاع بمظاهر ما تحت المياه مسؤول محلي قال أن هذه الظاهرة نادرة تحدث فقط حين وتحدث فقط حين تزيد كمية الأمطار على 150 مليمترا دفعة واحدة وفي نافذة مدن على المتوسط نضيء على صناعة الصبون في بلدة كسب بريف اللذقية إذ مثلت واحدة من أهم المهن التي يعمل فيها سكان السحل السوري معتبدين على أشجار الغار منتشرة في غابات كسب مجد ليلة اشتركوا في القناة تستقبل بلدة كسب بريف اللذقية زوارها بأحراج الغار الدائم الخضر على جانبي طرقاتها أشجار اشتهرت بها البلدة الحدودية شمال اللذقية كما أنها مثلت أولى خطوات العمل بأشهر صناعات كسب صناعة صابون الغار بمكوناته التي تقدمها طبيعة البلدة وغاباتها صناعة ريفية واستقلالية كثير مني كسب تشتهرب الغار من الأساس يعني الميز صابون الغار أنه هو جمعاً على الطريق الباردي يعني أنه الفوائد اللي فيها بطل محافظة عليه والزيوت ليلة تقضي عام هر ثمين عشر في العمل ضمن إحدى ورش التصنيع في بلدة كسب عمل انتقل عبر مئات السنين بخصوصية كبيرة تعتمد على زيت الغار المستخرج من غابات البلدة وأشجارها مزج دقيق للمكونات الطبيعية والزيوت وبكميات محددة لتخرج بمنتج مثل جزء ارتبط باسم كسب مواد الأولية هي زيت الغار أساسي منكسع وزيت الزيتون طبعاً من الساحل كله مواد سورية مضمونة ومن الدرجة الأولى طبعاً هذا النوع من الصناعات وبرغم كلفته العالية يلقى سوقاً واسعة موقع بلدة كسب على الساحل السوري ساهم في السعي نحو تطوير هذه المهنة وتصدير الإنتاج إلى خارج البلاد هذه الصناعة فيه إلى تسويق كام بسوريا بشكل عام جيد بس اعتماد أنه كان أكثر شيء على الأسواق التصديري التصدير الخارجي والتي حالياً شوي في صعوبات نتيجة الأقوات وتبعاتها ارتبط اسم المناطق السورية بصناعات سكانها المحليين حتى باتت تمثل هوية تعريفية بهذه المناطق وبلدة كسب واحدة من بلدات المتوسط التي عرف عن سكانها تاريخهم الطويل في الصناعات التي قدمتها إليهم أرضهم مجد ليلة من بلداتي كسب شمال الأدقية لقناة الميادين ترجمة نانسي قنقر والآن إلى الأخبار الرياضية وعبير الذوادي عبير مرحبا مرحبا سلمة سلامتك بداية شكرا سنذهب وإياك مع أول خبر إلى سويسرا نعم مع الفيفا وكأس العالم شكرا أهلا بكم كأس العالم في روسيا الصيف المقبل سيشهد أول تجربة لتقنية الفيديو المساعدي للحكم الاجتماع احتضنته مدينة زيورخ السويسرية والاعتماد على هذه التقنية حظية بدعم واسع في الاتحاد الدولي وتحديدا الرئيس جاني انفنتينو يذكرنا لجوء إلى هذه التقنية محصور في أربع حالات بعد هدف قرار باحتساب ركلة جزاء بعد بطاقة حمراء مباشرة أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه انذار أو بطاقة حمراء إلى مدينة بلو أوريزنتو وصل نيمار ليخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة البريزيلية نجم باري سان جامان تعرض لالتواء في كاحله الأيمن وإصابة في مشتر قدم خلال مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي طبيب المنتخب البريزيلي رودريغو لاسمار رفق نيمار مؤكدا أن العودة إلى الملاعب ستحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر ما يعني غيابه عما تبقى من الموسم مع فريقه إضافة إلى عدم مشاركته مع المنتخب في المبارتين الوديتين الشهر الحالي زيندين زيدان أسف لغياب نيمار عن المواجهات المرتقبة في دوري أبطاليا أوروبا مدرب بوريا المدريد شرى إلى أن أصعب ما يمر به اللاعب المحترف هو الإصابة إذا يعرف تماما ما يشعر نيمار زيدان أكد عودة لاعبه مارسلو ليشارك أمام خطاف الليلة فيما لم يعطي معلومات عن إصابة توني كروس ولوكا مودريد ش المدرب الفرنسي قال أن لاعبي سيقاتلون خلال اللقاء بعد الخسارة الأخيرة أمام اسبانيول يذكر أن الملكي يحتل الترتيب الثالث بفارق 15 نقطة عن برشلون المتصدر لكا مودريتش أمام القضاء الكرواتي من جديد بتهمة الإدلاء بشهادة زور النيابة العامة لم تشر إلى اسم لاعب ريال مدريد مباشرة لكنها أعطت معلومات عن تاريخ ميلاد المتهم إضافة إلى اللاعب مع دنامو زورب لتتطبق هذه المواصفات مع مودريتش بحسب صحافة الأوروبية ابن 32 عاما أدل بإفادته أمام القضاء العام الماضية باعتباره شاهدا وذلك بتهمة فساد تلاحق مدربه السابق في دنامو زورب يذكر أن حكم أو حكم الشهادة الزور يصل إلى السجن لخمسة أعوام في العادة تحدث شجارة حادة في ملعب كرة القدم بين اللاعبين أو المدربين لكن قليلة هي الحالات التي يتعرض فيها اللاعب لأحد العمال هذا ما جرى مع مدافع بورتو البرتغالي فابيو كوينتراو حين توجه إلى خارج حدود الملعب ليأخذ الكرة بعد دفعه أحد العمال على الأرض رد الفعل أتى من زمين آخر ليدفع بدوره كوينتراو أرضا ما جعل حكم اللقاء يطرد العاملين من الملعب هذه الحادثة شهدتها مباراة بورتو وضيفي سبورت انجليش مونا متشنجة وانتهت لمصلحة أصحاب الضياف بهدفين لواحد ليبقى بورتو في الصدارة ب67 نقطة متقدما بثمان نقاط عن ملاحقه بانثيكا رسالة الأمريكية أداء ويستر ويستبروك الرائع يقود أكلهما سيتي ثاندر إلى الفوز على موديفه في نكساس نجم سيتي ثاندر سجل 43 نقطة والتقط 14 متابعة إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة زميله بول جورج تخلى قائمة الهدفين أيضا بتسجيله 20 نقطة الأرقام اللافتة كانت من نصيب لعب سانز ديفين بوكير صاحب نقاط التسع والثلاثين أكلهما سيتي عزز موقعه في المركز الخامس للمنطقة الغربية فيما فينيكس يعاني في المركز ما قبل الأخي للمجموعة نفسها نهاية موجز أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة والآن عودوا إليك عمير شكرا جزيلا سنذهب وإياك إلى العنوين شبكات عنيفة في الأحياء الجنوبية والغربية لراجوا في عفلين السورية والقوات التركية تقول أنها سيطرت على البلد المسلحون يستهدفون ممر مقيم الوافدين من يعين المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية ومركز المصالحة الروسية يتهمهم باستخدام المدنيين لحفر الأنفاق موسكو تتهم واشنطن بإقابة محمية للإرهابيين في التنفي السورية ومصدر عراقي يؤكد أن النشاط الأمريكي قرب الحدود أثر في العمليات العسكرية عشية زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة المحكمة الدستورية العليا تقر دخول اتفاقية نقل ميكية تيران وسنافير إلى السعودية حيزة تنفيذ موسيقى وفي نافذة مدن على المتوسط سابون الغار حرفة وهوية وخلاصة طبيعة كسب السورية للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الانترنت باللغتين العربية وكذلك باللغة الإسبانية إلى اللقاء